السلام عليكم في فيديو نهاردة كده هقولك ازاي ينحل مشاكل الدوناتس يعني فيه ستات كتير تيجي تعمل الدوناتس يطلع معاهم ناشف انا هقولك ايه الخطأ اللي انت بتعمليه وازاي بتعملي مشروع من بيتك وتنجحي فيه وهقولك على معلومات كتير كده ان شاء الله يعني وازاي تعملي الكوب كيك تعملي كمية وافيرة بادوات بسيطة وتعرف تسويق شغلك يعني من الاخر كده فيديو كله يعني هتستفدي منه كتير اتمنى طبعا لو انتي اول مرة تشوفيني يا ريت ما تنسيش اللايك والشير وسبسكرايب لقناتي ان شاء الله هيعجبك المحتوى وهنقدم مع بعض وصفات جميلة هتعجبكو جدا نبدأ كده الاول ونسمي الله ونقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد ونخش بقى على المقادير والطريقة والمكونات بتاعتنا على طول شايفين الجمال ده هنعمله مع بعض في ثواني بكده بخطوات بسيطة جدا وهنطلع احلى دوناتس يعني طاري ومكونات وهش ومشارب زيت نهائي ومشروع كده يعني ناجح مية في المية نبدأ كده الاول ونسمي الله ونكون معانا البولة بتاعتنا نشفة تماما زي ما تعودنا على طول ومعايا هنا كيلو من الدقيق النهاردة انا هعمل كمية بسيطة يعني مش كمية كبيرة لانه انا كان عندي طلبية حلوة كده يعني اردر من الاردرات وحبيت اجهزه معاكم طبعا اللبن بتاعي انا مسخناه لان السمنة بتاعتنا سقعة بسبب الجو البرد يعني مش من التلاجة بس هو الجو برد فسقعة معايا شوية فانا سخنت اللبن كويس وحطيت في السمنة بحيث ان السمنة تفك مني طبعا يعني الخطوة دي البد بقى اخر حاجة هنحطه لان اللبن بتاعنا لسه سخن هنزل كده بالسمنة لحد ما تدوب تماما وحط عليها شوية من الفانيليا حوال نص معلقة من الفانيليا وست معالق من السكر ومعايا عشرين جرام من الخميرة الفورية يعني كسين اتنين كس حوالي عشر جرام مش موجود جه خميرة فورية يعني يفضل هنا الخميرة الفورية لان الخميرة اللي هي البيرة دي بيبقى لها ريحة كده في المعجنات او في اي حاجة بنعملها فانا ما بحبهاش صراحة في اي حاجة بعملها يعني يفضل هنا الخميرة الفورية اتأكد بقى ان انا قلبت كل المقونات بتاعتي بالشكل الجميل ده ويجي بقى السر هنا ان الدوناتس بتاعنا يطلع ناشف طبعا الكوباية بتاعتي بعيرها زي ما انتو شايفين كده ما بحطش ايدا عليها ولا بكبسها بعير بس كده هي دي الكوباية بتاعتنا ده كيلوك من الدقيق عمل معايا حوالي سبع كبيات ونص او ربع يعني بالطريقة دي المهم احنا ما نكبسش الكوباية بتاعتنا كلها والسمنة بتاعتي طبعا كوباية الا ربع يعني المقونات بتاعتنا او المقادير بتاعت دوناتس بتاعنا عشان نطلع نتيجة صح استخدمت انا النهاردة كوبايتين اتنين من الحليب السخر على كوباية الا ربع من السمنة طبعا لو احنا في الجو سيفه كل مكوناتي بدرجة حرارة المطبخ او السمنة بتاعتنا صيحة مش هنحتاج ندفي الحليب انا مدفيها الحليب بس بحيث انه يسياح للسمنة وطبعا وحطيت ست معالق من السكر وعشرين جرام من الخميرة وطبعا هسيب لكم برضو المقادير الحلوة دي في صندوق الوصف ايه وانا عملت الدوناتس قبل كده في فيديوهات كتير بس النهاردة انا عملت كمية شوية يعني كبيرة شوية بحيث ان ده كان اردر مطلوب يعني مش بعمل ليا كوباية ولا كوبايتين دقيق فانا عملت كمية كبيرة شوية خلاص كده بقى قلبت كل المقونات بتاعتي بالشكل ده طبعا العجنت الدوناتس هنا عشان تبقى معاك نكحة وتأكد ان هي تبقى طرية وهشة مش نشفة تكون العجنة بتلزق زي ما هي في ايديا كده خلاص بقى اهم خطوة فيه ان انا اعجنه او اديله كده باديا زي ما بعمل اخلي العجنة بتاعتي شكلها متساوي طبعا لو عندنا مضرب او عجان يفضل يعني العجان لان المضرب مش هيستحبل نحطه في المضرب عشر دقايق وخلاص هتبقى جهزت شايفين بقى انا عايزاها طرية ولما في بعضها بالشكل ده يعني انا هتنيني ادعكها باديا كده حوالي عشر دقايق خلاص بقى خلصناها غطيها كده برول ستريتش وحطها في مكان دافي اهم حاجة في الدوناتس التخمير نخمر صح هيديني نتيجة صح اجي بقى هنا اسيبه يخمر واجي اعمل الكاب كيك برضو ده اردر مطلوب مني وهيطلع معانا جميل جدا وهيطلع معانا كمية حالو حطيت هنا كوباية من الحليب وكوباية من السكر ومعايا كمان ثلاث بيضات ورشة من الفانيليا يعني نصم على امن الفانيليا وطبعا المكون الاساسي معايا انا استخدمها دقيقة عادي مش دي ازبونش خالص والكاب كيك بتاعنا بسم الله ما شاء الله جميل جدا المكون الاساسي بقى اللي احنا حطيته معلقة من محسن الجل يطلع معايا الكاب كيك حاجة كده رهيبة خلاص اتأكدت ان البيت بتاعي وكل المكونات اللي انا حطتها اتخلطت مع بعضها كده ودت فوليو معاه لهو هستخدم معايا كمان كيس كيكشيف وطبعا معايا كبايتين اتنين من الدقيق يعني المكونات بتاعتي اللي انا عملتها دي كلها من كبايتين اتنين بس من الدقيق هتنيني اضرب حوالي خمس دقيق لحد ما الدقيق بتاعنا يدي فوليوم عالي كده ويبقى الكاب كيك بتاعنا يعني ارتفع وعمل زي الزبنش بالزبط خلاص بقى انا مولى على الفرن طبعا يدفع وهاجب بقى الاوالب بتاعة الكاب كيك واحط فيها ورق من الزبدة واحط كمية منازبة كده في كل قالب طبعا ندي مساحة لان لسه هيرتفع في الفرن فما يقعش مننا يعني نملى نص الكاب كده خلاص انا طبعا ما عنديش علبة واحدة او حاجة واحدة بس بتاع الكاب كيك ما تخفيش خالص وتقولي بقية الكمية ده انا هعمل فيها ايه لا احنا هندخل دور ورا دور وما تقلقش خالص كل دور هياخد مننا حوالي عشر دقايق بالشكل ده خلاص اول دور خرج حطيته بقى يبرد وجبت على طول يعني في وقتها على طول حطيت الاوالب بتاعتي وهي لسه العلبة سخنة ما فياش اي مشكلة والفرن بتاعي والع زي ما هو وبقدقت احط بقية الكمية طبعا الكمية اللي معنا الجميلة دي هتعمل معايا تلات مرات كل مرة بتعمل حوالي اتناشر كاب طبعا الكمية بتاعتي كلها مش مطلوبة كلها فانيليا حابين نضيف فيها كاكاو هنغلب او هنخاف لا طبعا ما نخافش حطيت معلقة من الكاكاو وحطيت معلقة زيها من الحليب بحيث الخليج بتاعي يبقى سمكه واحد ما يبقاش الكاكاو بتاعنا تقاله خلاص بالشكل ده كده طلعت الدورين وده الدور التالت والدور الاخير هعمل نفس اللي عملته كل دور مني هياخد عشر دقايق في الفرن وما تخافش تقولي بقية الخليط هيبوز مني لان سيبابر الفرن ما بيجراش اي حاجة زي ما انتوا شايفين اهو كله ارتفع وجميل جدا خلاص كده بقى انا طلعته سيبته يبرد شوية طبعا هنعمله بكريمة هنزينه بكريمة وهنحشيه من جواه بكريمة وحابة السلسات كده وحاجات دلع بقى كده يعني طبعا اردر مطلوب ولازما ندلعه فخلاص انا سيبه كده واركينه بعيد عني لحد ما يبرد شوية ونيجي نشوف الدوناتس بتاعنا خلاص خمرته باسم الله ما شاء الله جميلة جدا شايفين بقى القوام بتاحها ده يعني ولا هي نشفة ولا هي سيلة جدا وهنا لازما نخلي بالنا من الخطوة دي لان ممكن احنا نخلي العجينة بتاعتنا تنشف من كتر الدقيق اللي احنا بنحطه تحتها يعني لازما نخلي بالنا ان احنا ما نخليهاش تمسك نفسها قوي او تجمد قوي طالما ما بتلزقش مني او انا بعرف اشيلها وتحكم فيها ما نحطش دقيق يعني انا هحط في اول دور ممكن ما نحطش في تاني دور اهم حاجة الصمك الحلو ده لان لسه هترتاح معانا وهترتفع كل ما سيبنا الدوناتس بتاعنا يخمر صح ويرتاح صح تلعت معانا النتيجة جميلة جدا شايفين هنفرد بقى كتعة بالشكل ده طبعا عندك قطعة الدوناتس هنعمل بيها ما عندناش هنعمل باي قب او اي حاجة موجودة المقاس الطبيعي شايفين يعني على قد ما بقدر المكونات تبقى بسيطة والادوات تبقى ابسط هنعمل يعني قب مش ما جبناش قطعة الدوناتس ولا اي حاجة يعني ما فيش اي مشكلة نقدر نعمل باي حاجة عندنا حتى لو غطى ازازة او غطى بطرمان بلاش كب ممكن يبقى برضو مش موجود عند ستات البيوت فنقدر نعمل حتى لو بكباية من كبيات الشاي كده نقطع المقاس اللي احنا حابينه وبغطى ازازة صغيرة هنقطع قطعة كده من النص طب هنسوي ازاي بقى وهنخمر ازاي عشان نطلع معانا النتيجة الجميلة المرتفعة وحلوة دي خلاص كده انا لو ما خلص كل الكمية بتاعتي هسيبها ترتاح على الاقل ساعة بس طبعا لازم اغطيها ما سيبهاش في الهوى تنشف او وش الدوناتس بتاعنا ينشف احط كده احط الصينية بتاعتي اللي انا هملاها واغطيها بصينية تانية او ادخلها في مكان مغلق يعني ما يبقاش طيلها اي كمية من الهوى طبعا انا هنا حبيت اعمل شيء كده مني دوناتس صغير بحاجة قطعة اصغر يبقى فيه شيء كبير وشيء صغير تقدر يتعملي كله كبير وتقدر يتعملي كله صغير ده حاجة اختياري خلاص بقى والكمية الباقية اللي معانا دي اللي هي بتبقى الدائرة اللي في النص دي نقدر نسيبها لو احنا بنعمل لاطفالنا وحبيين نسيبها نقدر نسيبها ونعمل منها حاجة كده زي لقمة القاضي ونرش عليها برضو شوكولاتة او سكر بودر تبقى جميلة جدا انا النهاردة طبعا انا بعمل order فما ده هيهدر مني فلازما اعمل كله بنفس الشكل فحبيت اخد بقى كل الدوائر والحاجات دي المها في بعضها بالشكل ده وهدخلها في العجينة تاني هخلص بقى كل الكمية بالطريقة دي ويعني اهم حاجة نشتغل بسرعة بحيث كله يرتاح معايا في نفس الوقت ولو ملاحظين انا ما عنتش بضيف دقيق كتير يعني لقيت العجينة بزبطت عشان ممكن احنا بنبقى عجنينها صح ومكوناتنا كلها صح وحنا ننشفها بكتر دقيق يعني مسحة بسيطة كده كل ما نحس ان هي بتلزق مسحة بسيطة حتى لو على الفرادة اللي بنفرد بيها وممكن استخدم بادينا بس خلاص هنكمل بقى كل الكمية بالطريقة الجميلة دي وينسبها ترتاح حوالي ساعة وبعد الساعة هنجي بقى نقليها مع بعض وطبعا لازم ان نخلي بالنا في القلية بتاعتها كويس جدا لان ما نحطش الدوناتس بتاعنا في الزيت ساخن جدا يعني يكون سخن جدا جدا فاول ما ننزل بالدوناتس بتاعنا هيتحرق وبردو العكس صحيح يعني ما ننفعش ننزل بيه في زيت بارد ويشرب مني زيت يعني ده اهم خطوة بقى عشان ما يشربش منينا زيت ويبقى يعني اللي ياكل مني اصلا مش عارف انت مسويات ازاي ده كان في زيت ولا في فرن ولا مستوي ازاي ما بقاش عارف فيه معمول ازاي من كتر حلوته ورحته اصلا رحته جميلة جدا الفانيليا مع اللبن مع البيض منديله كده يعني روايح جميلة طبعا انا من كتر ما عملته على القناة انا بقيت مش عارفة انزل الفيديو بس ده اردر والطلب فلازما اعرضه او لازما انزله لان يعني في كتير بينتابعوني في الاردرات بالذات فانا محبيتش ابخل بالمعلومة دي عليكم او الاردر بتاعنا ده بحيث الاردر اللي فات او الدوناتس اللي انا عملته قبل كده ممكن يكون متشافش لان انا عملته في وسط فيديو طويل فالوصفة مكادش واضحة فيه فالفيديو ده حبيت افيد على قد مقدر وطبعا هسيب المقادير بتاعته وبتاع الكابكيك في صندوق الوصف شايفين بقى الارتفاع هو ده الارتفاع اللي انا عايزاي يعني برضو لازما نخلي بالنا من سمكه لان ممكن نعمله زي البسكويت رفيع قوي فمهما ان ارتفع ما ارتفعش معانا للارتفاع الحلو اللي احنا عايزين خلاص بقى انا كده خلصت الكمية بتاعدي اسيبها بالطريقة دي ساعة ترتاح وبعد الساعة اجيب واجي كده واروح على النار طبعا حطيت الزيت واستدنيت عليه السخن ابتدى كده يعني يدي فقعات بسيطة خالص اول منزل بالدوناتس بتاعي الاقي الفقعات بتاعتي تلعت كده من حوالين الدوناتس اللي معاي خلاص هقلي بقى الدوار بتاعتي بالشكل ده كله وفي النقطة دي انا يكون مجاهزة عندي شوكولاتة بيدا وشوكولاتة صمراء وزي ما احنا حابين هنعمل انا النهاردة كان معايا نص قالب يعني ربع كيلو ربع كيلو من شوكولاتة السمراء وربع كيلو من شوكولاتة البيضاء حطيت على كل ربع من دول تلات معالي زيت بس الزيت هنا ممكن تستغني عنه بس طبعا انا ما استغناش عنه لان بيدي معايا لمع حلوة ويخلي الشوكولاتة كمان يعني ما تكسرش مني يعني بيبقى شكل وطعم كمان خلاص بقى طبعا ونحط الزيت بتاعنا يكون زيت كويس مالوش روايح عشان ما نبوصش شغل اللي احنا عملناه خلاص كده يعتبر الدوناتس بتاعنا خلص ومعلومة اساسية نستنى على الدوناتس بتاعنا اما يبرد يعني ما خدوش منع النار واجئ كده احطه في السوس بتاعي هبط وشه يعني خلي بالنا من معلومة دي احطه كده يبرد شوية معنى المصصات بتاعتنا تسيح او تنزبطها عادي السوس يبقى سخن انما الدوناتس ما يبقاش سخن ما يبقاش هما المكونين لتنين سخنين الدوناتس بقى بارد واخد حقه كده ان هو بارد والشوكولاتة بتاعتنا دافية بلاش تبقى سخنة اوي كمان يعني دافية وهعمل بقى بالشكل دا كمية اللي انا عايزاها من السوس الشوكولاتة الابيض او الفانيلا زي ما انت حابة او زي ما مطلوب منك او بتعملي لاولادك يعني ده حاجة بقى براحتك وممكن نعمله كده لولادنا مش ما يكونش طلبية وما يكونش اي حاجة لو احنا هنعمل وندهولهم كده حتى لو ما عندناش شوكولاتة ولا امكانية ممكن نعمله كده طبعا بقى الاردارات وسعر الاردارات طبعا هنحسب التكلفة زي ما انا قلت بالزبط هنحسب كل الكمية او كل المواد اللي انا حطتها ونعد كده كم قطعة وبعد كده هنحسب الكطعة الكبيرة بحاجة وصغيرة بحاجة وطبعا الاردارات بقى معروفة بيتحسب طبعا الكارتونة والاعدة اللي بنحط فيها وكل حاجة بتتحسب وبتتقسم على الكطع اللي معانا ومن هنا نطلع سعر الكطعة معانا تقف علينا بكام شايفين مفيش اسهن من كده خلاص بقى يعني خلصت الكمية ادي بقى اشكال او اعمل فيها شكل بالسوس الابيض كده على السوس الشوكولاتة والعكس صحيح يعني الشوكولاتة البيضة هنحط عليها سوس شوكولاتة من السمرة يدي معايا شكل يعني ما شاء الله من كتر حلوته بيتلب مني كتير جدا خلاص بقى انا خلصت كل الكمية هسيبه ينشف يعني في البارد مش هياخد معانا وقت لو احنا الجو لسه حر او احنا بنتشوف الفيديو ده في الصيف فهياخد منيك وقت شوية لان الجو الحر بيسيح اصلا الشوكولاتات فهنستنى عليه شوية هنا احنا في البارد ماخدش مني حاجة يعني اقل من ربع ساعة كان زبط معانا خلاص بقى انا كده التلبية بتاعتي اعتبر جهزت وخلصت هاجي بقى هنا اعبي وجهز طبعا كل قب او كل واحدة دوناتس هحطتها في ورقة كده من الزبدة بحيث ميلزقش في فوش بعضه خلاص عبينا الدوناتس بقى ونيجي للكب بتاعنا الكب بتاعنا برج تماما يعني جهزت هنا معايا كوباية من الكريمة وخدت نصها فانيليا ونصها عملته من الكاكاو طبعا هنا انا حشيت من جواب بالسوس معايا وحشيت بالكريمة يعني بدخل كده القمع زي ما انا بعمل دلوقتي بحشي كده من جوا كريمة وبعدين بكمل بكريمة من على الوش طبعا الكاكاو او الكب اللي احنا عاملينه بالكاكاو حطت عليه كريمة وعليها كاكاو والفانيليا حطت عليه كريمة بالفانيليا برضو معايا بقى اي سوس حابة اضيفه سوس شكالاتة سوس فراولة سوس منجا اللي انا حابة او اللي مطلوب بتقدر تنفيزيه والكاكاو طبعا اديتوا رشة كده من الشوكالاتة المبشورة خلاص كده الوردرين لتنين جهزهم والطلبية خلصت هعبي بقى بالعلب بتاعتنا ونكون الوردر بتاعنا جهز وكون انا خلصت الفيديو مع السلام